السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي اليوم سوف نقوم بقراءة نص العلم ولكن دعونا نتعرف أولا على الشاعر الشاعر هو نور الدين السالمي هو عبد الله بن حميد السالمي عالم وشاعر ومصلح اجتماعي ولد ونشأ في ولاية الرستاق ثم انتقل إلى الشرقية طالبا للعلم أصيب بالعمى في السادسة من عمره له مجموعة كبيرة من المؤلفات في علوم الشريعة واللغة والتاريخ منها جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام وبلوغ الأمل في المفردات والجمل وتحفت الأعيان بسيرة أهل عمان وله ديوان شعر مبوع والآن سنقوم بقراءة النص العلم درك القلب مثل البصري يكون درك العين عند النظري حامله يحيا به حميدا وإن يمد يمد به سعيدا يعيش في الناس عظيم الفضل ويرزق الفوز بيوم الفصل والعلماء قد جاء في الصحاح بأنهم في الخلق كالمصباح وأنهم للأنبياء ورثه ومن يكن أولى بشيء ورثه وجاء أيضا في زو العلوم بأنهم للناس كالنجوم لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام لكنه يحصل بالتكرار والدرس في الليل وفي النهار يدركه من كد فيه نفسه حياته ثم أطال درسه والعلم أبقى من لجين وذهب وإنه للمرء فضل وأدب وهو لمن يحمله أنيس إن عدم الخليل والجليس والآن سوف نقوم بحل التدريبات أصل بين الكلمة والتركيب الذي يتضمن معناها الخليل الصديق والصاحب كد بزل الجهد القدر المستطاع لجين من أسماء الفضة والعلماء قد جاء في الصحاح مفرد كلمة الصحاح الصحيح وتعنى هنا المعجم أستبدل بما تحته خط كلمة أخرى قريبة في المعنى والإيقاع حامله يحيا به حميداً نقول محموداً وإن يمد يمد به سعيداً نقول مسروراً وهو لمن يحمله أنيس ممكن أن نقول صاحب إن عدم الخليل والجليس ممكن أن نقول الصديق أبين المقصود بالعبارة الآتية العلم للقلب مثل البصري للعين يقصد الشاعر ويعبر عن أهمية العلم في حياة البشر لأنه مرآة البشر في الظلمات فإنه يجعلهم أكثر معرفة ونور في كل شيء فمن يتعلم يعيش كريماً ويموت سعيداً أقرأ الأبيات التي تدل على ما يأتي العالم يعيش كريماً ويموت سعيداً البيت الذي يدل على ذلك هو حامله يحيا به حميداً وإن يمد يمد به سعيداً العلم لا ينال في الأحلام ولا بالوراثة البيت هو لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام تحدث الشاعر عن صفات عديدة خاصة بالعلم وصفات أخرى خاصة بحامله أستخرج ثلاثاً منها صفات العلم لجين وزهب فضل وأدب خير أنيس صفات حامل العلم محموداً بين الناس كالمصباح وكالنجوم أثبت الشاعر أهمية العلم بجملة من الاستدلالات أذكر ثلاثاً منها أن العلم مثل البصر في العين ومن يحمله يعيش سعيداً ويموت كريماً ويعيش في الناس عظيماً ويكون من ورثة الأمبياء بالرجوع إلى البيتين الرابع والسادس أشرحوا كيف أن أهل العلم كالمصباح والنجوم أن العلم الذي جاء في الصحيح كرم العلماء وشبههم بالنجوم في السماء وأن من زيو العلوم يظهرون للناس مثل النجوم اللامعة البراقة أكتب مع أفراد مجموعتي خمس صفات يجب أن يتحلى بها طالب العلم غير التي ذكرت في القصيدة واحد الصبر على طلب العلم إيمانه بالله والاعتماد على الله في كل شيء احترام المعلم احترام المادة العلمية وحبه لها بحثه الدائم عن كل جديد في العلم وبهذا نكون قد أكملنا حل التدريبات شكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة